أنا ذكر الموضوع الدعوة والسياسة هل هناك فرق بين الفقيه والسياسي كأنكم في كتابكم ميزتم بينهما؟ طبعا المجال الفقيه مجال الاجتهاد أمامه محدود لأنه محكوم بالنصوص الموجودة وحكوم بالأدلة حتى محكوم بالاجتهادات السابقة يعني إذا كان هذا الفقيه حنفيا ما يستطيع هو يقول باجتهاد يخالف كل أقوال الأحناف وإلا لا يصبح حنفيا مسير مجتهد مطلق أيضا الأحكام الأمامه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم الأحكام التكلفية الخمسة محدودة على حين أن مجال الاجتهاد مجال الاجتهاد أمام السياسة واسع جدا لأنه يقدر مصالح ومفاسد يقدر مصالح ومفاسد وبالتالي ممكن القضية الواحد يكون فيها عدد من التحليلات عدد من الآراء عدد من الأحكام يتجاوز الخمسة والعشرة وممكن يكون فيه مواقف آنية ومواقف بعد فترة يعني يصير فيه فيه دائما سوء فهم بين السياسة وبين الفقيه الفقيه يريد من السياسة أن ينضبط بأحكام الشريعة كما ينضبط الفقيه والسياسي يريد من الفقيه أن يكون مرنا معه في الفتوى وفي الحكم وفي النظر وفي التحليل وأعتقد أنه ينبغي أن يفهم كل واحد طبيعة عمل الثاني يعني لا الفقيه يطلب من السياسة أن يكون نسخة عنه ولا السياسة يطلب من الفقيه أن يكون نسخة عنه الظرف الذي يفكر فيه الفقيه والمعطيات التي أمامه والحدود التي تحد تفكيرها مختلفة عن الظرف وعن الحدود التي تحد السياسي وبالتالي كل واحد منهم له مجاله له آليات عمله ولكن الشيء المطلوب أن يتفهم كل منهما وضعية الآخر وطبيعة عمل الآخر جميل